سيدين أهلا بحضراتكو وجولة في عالم صحافة القاهرة الصدرة صباح اليوم قراءة في أخبار الصحف وكل هذه الأخبار حيشاركنا في قراءتها غضفنا الأستاذ محمد المصري نائب رئيس تحريك جريدة الأهرام أهلا بحضرتك أستاذ محمد صباح الخير صباح الورد والصحف نبدأ بالعنوان الأبرز في جريدة الأهرام الرئيس خلال استقباله بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بمطار القاهرة السيسي يقول ارفعوا رؤوسكم عاليا أسعدتم الشعب وأداءكم مشرف أبو ريدا يقول شكر للرئيس ونعيده بالسعود لكأس العالم أستاذ محمد يعني مشهد لقاء الرئيس واستقبال وأمس لبعتة المنتخب المصري للكرة القدم لدى عودتهم من الجابون الحقيقة كان مشهد الحقيقة يعني معبر جدا وليه دلالات وورا رسائل مهمة جدا للمنتخب والشعب المصري أيضا رغم أنه المنتخب ما فازش بالكاس لكن كان تقدير لجهوده خلال كل المباريات اللي خادها في البطولة تعليق حدفتك ايه على تصريحات الرئيس خلال لقاءه بين جمع المنتخب الوطني بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيد أحمد هو الحقيقة أحسن رئيس الفتاح السيسي باستقباله لأبطال المنتخب الوطني تقديري أنه عبر عن مشاعر التسعين مليون مصري في هذه الحفاوة وفي هذا الاستقبال لأبطال المنتخب الوطني المصري لا يخفى على حضرتك أنه احنا كسبانين في حاجات كتير جدا كسبانين لو تعاملنا مع كرة القدم باعتبارها لغة عالمية يعني من اللغات العالمية اللي العالم كله بيفهمها وبيتجمع حواليها كرة القدم مفيد جدا بالنسبة لنا هذا الوجود أو التواجد على الساحة الأفريقية بهذا الأداء المشرف احنا كنا محتاجين أفريقي قوي ولازمنا فمهم جدا أن تواجد في أفريقيا بنجوم منتخبنا بأداءنا المشرف بالرسائل والإشارات والبعاني اللي بيحملها هذا التواجد أن مصر الحمد لله أصبحت بلدا مستقرا آمنا يستطيع أن يبني مؤسساته بقوة وأن تتواجد هذه المؤسسات بفاعلية وأن تستحق تصفيق الملايين الذين يتابعونها مشوا بس على الأرض العربية لأعلى أثمر هذا الحدث من منظور أن لغة من كرة القدم زي ما بقول لحضرتك أصبحت لغة عالمية عندنا إنجاز كبير أتمنى أن نفكر في كيفية استثمار سيادة الرئيس أحسن لما قال للمنتخب ارفعوا رؤوسكو هما طبعا ما في شك أن كلنا يعني ما كنا السعادة أننا يعني على آخر ديئة ونخسر كاس أفريقيا ما في شك أنه يعني تأثرنا يعني كلنا بليهي أن أبطال المنتخب حيبوا أكثر تأثرا مننا لأنه هما اللي بازلوا مجهود هما اللي تعبوا هما اللي شئوا أحسن سيادة الرئيس أنه شجعهم رفع روحهم من معنوية حسسهم بمشاعر المصرين أنه كوا أبطال أنه كوا رفعت رؤوسك تمام الحقيقة كانت يعني يعني هذه الحفاوة وهذا التكريم وهذا اللقاء رد عليه المؤندس هاني أبو ريدا برضو ردود يعني مهمة جدا ممكن فيها وعد بالصعود لكاس العالم وعد بالصعود لكاس العالم يعني ده وعد المفوض يشتغلوا عليه بقى الفترة اللي جاية لأنه الأهم فعلا من كاس أفريقيا هو كاس العالم إحنا يعني دوقنا حلاوة الفوز بكاس أفريقيا سبع مرات قبل كده لكن متشوقين أن إحنا ندخل منافسة عالمية مع الفرق العالمية وفعلا نقترب من الفوز من بكاس العالم يعني ده مهم جدا أنا إحساسي أن فكر الرئيس السيسي بيختحم البشاكل يعني بيواجه وبيدخل على الحاجات الصعبة وبيشتغل بجدية شديدة جدا وأنا تقديري أن مؤسسات الدولة كلها ماشية في نفس الاتجاه تمام وبالتالي المنتخب سواء في كرة القدم ولا في كل مناحي الحياة في مصر أعتقد أن فيه روح جديدة هي يعني جريئة هي يعني صعبة هي محتاجة يعني فاهمة خاص لكن هو ده صحيح أنك بتقتحم المشكلة وما بتسبهاش يعني بالضبط ونستفيد من الأخطاء ونعالج السلبيات وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله أتمنى أن الدرس ده يعني إحنا التسعين مليون كل واحد في موقعه ويفهمه أنه لا وقت الآن لغير الجدية لا وقت الآن يعني لغير المشاركة الفعالة في البناء وتحمل ضريبة أخطاء الماضية والتجمع على حب البلد يمكن كان أجمل حاجة في بطولة الجابون أن الناس كلها في أي مطر بيلعب في مصر بتلعب في مصر كانوا كلهم بيتجمعوا ويلموا أرايبهم وصحابهم الشوارع بتبقى فاضية كله عايز مصر تكسب ده اللي تكسبناها الحقيقة من هذه البطولة وده لي معاني يمكن أحسن بكتير من قصة أن احنا فزنا بكاس أو مفزناش بكاس يعني الناس كلها قد إيه كانت متربطة كلهم مجتمعين على حاجة واحدة بس نفسهم أن مصر تحقق حاجة ده مهمة قوي على فكرة يعني إيطالي التحصيل حاصل يعني لأنه العالم كله فاهم أن المصري أكتر حد بيحب بلادهم المصريين بيحبوا بلادهم جدا جدا يعني ساعة تختلف شوية ولا يعني بفيك تهالات في الرأي ولا حاجة ده ما يأثرش إطلاقا على وحدة المصريين يعني عمق بدورهم وعمق انتماءهم وأصلتهم يعني ما نتخضش يعني لما نختلف شوية المشهد كان جميل يعني المشهد أن الناس كلها قاعدة بتشجع الأعلام والتشجيع وكل الأعمار وكل الفئات المشهد نفسه الحياة كان معدر جدا ما في شك طيب نروح لجريدة الوطن الرئيس يطالب باستمرار التنسيق بين الجيش والشرطة لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية ومقتل 14 تكفريا وسيطرة كاملة على وسط سيناء ده كان خلال اجتماع الرئيس مبارح بقيادات المجلس الأعلى للشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعليق حضرتك إيه على يعني هذا الاجتماع في هذه الفترة اللي بتوجه فيها مصر محاولات إرهابية اللي زعزعت استقرار الوطن أنت لا تملك إلا أن تدافع عن وطنك أنت لا تملك إلا أن تحمي التراب هذا تمام التحية تكون واجبة دائما لأبطال قواتنا المسلحة والتحية تكون واجبة دائما لرجال الأمن المصري لأنه هو عصر الوجود عصر الحياة عصر الإنتاج عصر أي حاجة عندك أمن قادر تحمي حدودك أنت قادر تعيش وقدر تنتج وقدر تبدأ وقدر تتفوق وقدر حتى تعرض الدولة لكن من غير الإصرام الأمن القوي جدا اللي ربنا يبارك فيه قواتنا المسلحة على حدودنا والأمن من الداخل حيبقى الكلام عن الدولة وبتالي يعني ده اللي خلينا نفهم دعوات المصريين يعني لما تتصفح الفيسبوك ولا تويتر ولا وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي النقطة دي ما فيش كلام المصريين كلهم حواليه جيشنا معه قلبا وقالبا أمننا إحنا في ظهره لحماية هذا الوطن سيناء يعني ربما لا يكون الوقت مناسلا يعني لقول الكثير فيها لكن أنت لا تملك الآن إلا حماية هذا الجزء الغالي من طراب الوطن إحنا ممكن نكون أهملنا في السنوات اللي فاتت ممكن نكون ما نفذناش خطط تنمية سيناء ممكن ملاحظات كتير ممكن تتقال لكن في النحظة الرهنة أنت تقاتل دفاعا عن أرض الوطن أي محاولة أي مساس بأمن الوطن المصري أو بأرض الوطن المصري أو بسلامة الجباة الداخلية الوطن المصري أو بالمفاهيم الأساسية للأمن القومي للمجتمع المصري ما فيه شك يا واجبة الدفاع بنأمل أن ربنا ينصر جيشنا وأمننا وأنه قريب نفرح بانتهاء العمليات في سيناء ونبتدي إن شاء الله جهود التعمير وجهود إعادة البناء الحقيقي تمام نروح لخبر آخر من جريدة الأخبار تبسيط إجراءات الاستثمارات لتنمية الصعيد ووزيرة الاستثمار داليا خرشي تقول سرعة إصدار ترخيص المصانع والأراضي المرفقة مجانا و70 شركة مصرية تروج الاستثمار في إفريقيا وافتتاح أول مركز تجاري دائم للمنتجات المصرية في نايروبي الخبر بيحمل أكثر من جانب يمكن الجانب الأولاني الاهتمام بتنمية الصعيد وشفنا دقيق الرئيس مهتم بهذا الموضوع واخد لقاءه مع الشباب في مؤتمر الشباب بأسوان مؤخرا وفتح أفاق الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات ترخيص المصانع والأراضي المرفقة مجانا هذه المنطقة الحقيقة منطقة الصعيد قد ايه محتاجة من الدولة أنها فعلا تجذب استثمارات إليها الأهالي هناك محتاجين فعلا يبقى فيه اهتمام واستثمار دائم علشان ننهض بهذه المنطقة الجزء الثاني من الخبر وهو ما يتعلق بالاستثمار في إفريقيا وعلاقتنا بإفريقيا من الناحية الاقتصادية تعليق حضرتك ايه على هذين الجانبين من الخبر ده هو أشوف حستأذنك أن نتوقف في المحطة دي شوية لأنه الملف الاقتصادي هو أهم وأدق وقد يكون أخطر الملفات الحقيقة التي نعمل فيها جميعا يعني في حاجة يجب ما نضيعش فيها وقت أن العالم بنحكوم بالفكر الرأسمالي يعني الدول الشيوعية اللي خلقت الشيوعية للاتحاد السوفيتي والمخلص ما فيش في العالم غير الفكر الرأسمالي والهيمنة الرأسمالية وبمزاجنا وغصب عنا العالم كله بيتعامل مع هذه المدرسة ومع هذا الواقع كويس بس القراءة الجيدة للفكر الرأسمالي أعتقد تمنح الدولة النصرية مكنات عالية جدا قد تضيف كثيرا جدا إلى الأداء الحالي لأنه أنا شايف أن الأداء الحالي يعني يأتي في إطار القراءة الضيقة والمحدودة للفكر الرأسمالي مش عايزة أكلم كتير لكن أتمنى في الخلاصة أن الدولة نفسها تبقى المستثمر الرئيسي من الدولة المصرية تبقى هي المستثمر الرئيسي سواء في الداخل أو سواء في التوجه الدولي الفكر الرأسمالي لا يحول أبدا دون أن الدولة نفسها تبقى أكبر مستثمر لا يحول أبدا المسألة محتاجة أن احنا نفهم المسألة بشكل يتفق مع وقائنا في حاجة تانية احنا مشينا فيها صح المشروعات الصغيرة والمتنهيات الصغر تقريبا ده الفكر السائد في الصين وده اللي أعاد بناء الصين أتمنى أن احنا نعمله برضو بطريقة مخططة برضو بشكل مركزي يعني كويس بقى حكاية الخبر اللي حتى قلت دلوقت ده أني مش هو بس أسهل الإجراءات الإدارية لا ده الإجراءات الإدارية نفسها تتخذ من خلال رؤية مركزية لتوظيف المشروعات الصغيرة والمتنهيات الصغر حسب الواقع الناس بتعيشوا فوق أرض الإخليم بنتكلم عن الصعيد أكتر لأن الظروف الاقتصادية في الصعيد مهملة تاريخيا يعني مشكلة الرئيس عفتاح السيسيسي مشكلتنا معه أن الرئيس عفتاح السيسيبيد فاعتمن كل الأخطاء في التاريخ يعني فلكن قدرنا يعني قدر هذا الرجل وقدرنا معه أن نواجه هذا الواقع الصعيد مهمة تاريخيا الوزيرة داليا خرشد لها تحية عاملة مجود كبير بتكسف مجوداتها فإنها يعني يبقى فيه حركة أكتر في تجاه المشروعات الصغيرة المتنهية الصغيرة أتمنى بس أنها تخطط وتوزع بشكل جيد يعني طبعا مش معناها الاهتمام بالصعيد أن أنا أهمل الدلتة لأن الدلتة كمان يعني وضعها الحالي اتغير سكانيا وجغرافيا واقتصاديا تغير خالص يعني الدلتة تاريخيا بتشتغل على الزراعة وتربية الماشية الوقت لا فيه الزراعة ولا فيه تربية الماشية فلازم أفكر في دي كمان لكن أهم من كده أنه عايز أقول أن تفكيرنا لا يزال تفكير ممطي لأنه كل واحد يعني قاري تاريخ مصر وغرافية مصر قادر يفهم أن موارد مصر الطبيعية غير محدودة حضرتك من شوية لسه كنت بتقول أن الصين عشان نزلت شوية تلج في مدينة صينية قدرت تستثمر أن شوية تلج نزله في المدينة وقدرت تحولها لفلوس عن طريق أن تخليها منظر سياحة تخيل إحنا عندنا حاجات كتيرة جدا ممكن تحول لفلوس البحر الأحمر البحر المتوسط تلت أفار العالم المناخ الرائع جدا أنواع نفكر بطريقة مش 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 بطريقة يعني هذا ما وجدنا عليه أبقنا علينا أن نختلف عن آبائنا علينا أن نبدأ علينا أن نقدم الجديد علينا أن نشجع أصحاب الفكر الجديد علينا أن نتبنى حتى الأفكار الجيدة لا مانع مرة أخرى من أن تكون الدولة هي المستثمر الرئيسي تدخل مع الناس شركاء أحمد بي عنده فكرة كويسة الدولة تدخل شريك معاه الشركات الكبيرة ما سيبش المسألة للقطاع الخاص المتوحش باختصار يعني علينا على الدولة أن تكون الوازع الديني والأخلاقي والإنساني الذي يقنن أداء القطاع الخاص في إطار الفهم الرأسماني تمام طيب الجزء الآخر من الخبر ما يتعلق بالاستثمار في إفريقيا يعني الحقيقة في 70 شركة مصرية دلوقتي بتروجي الاستثمار في إفريقيا في افتتاح أول معرض دائم للمنتجات المصرية في نايروبي أعتقد أن تدعيم العلاقات مع دول القارة الإفريقية مهمة جدا من الناحية الاقتصادية وكنا لسا بنتكلم في خبر بطولة كأس الأمم الإفريقية عن هذا الموضوع لازم يقف فيه تواجد لمصر في القارة السمراء لأن احنا جزء من هذه القارة الحقيقة ولو ما استفدناش من التبادل التجاري مع الدول المحيطة بينا في القارة هنتبادل تجاريا مع مين لأن احنا عندنا الحقيقة صناعات هما محتاجينها فلازم نخلق سبل لترويج هذه المنتجات لأنهما يبقوا محتاجيننا في تصدير منتجاتنا ليهم زي ما الدول الأخرى بعيدة عنهم بتشتغل على السوق الإفريقي يعني أرجو أن أكون مبالغا إذا قلت أن مستقبل الكثير من الدول حتى المتقدمة يتوقف على حجم المجهود وحجم الفهم لأفريقيا دلوقتي تمام أفريقيا تاريخيا أنا أستاذ أحمد بتاعتنا إحنا كنا عمي أفريقيا هي مصر مصري أفريقيا كانت مصر هي صانع كل الأشياء في أفريقيا وكانت 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 لا أريد أن أتوقف عند ذكريات الماضي لكن أريد أن أستخلص دروس الماضي وأن أحولها إلى رؤية مستقبلية وإلى خطوات عملية مرة أخرى في تقديري أن القطاع الخاص ليس أفضل من يعني يحقق مصالح الدولة المصرية في القارة الأفريقية مرة أخرى أكرر بأن المفاهيم الرأسمالية لا تحول أبدا في أي فهم صحيح دون أن تكون الدولة هي المستثمر الرئيسي من خلال خطة واضحة رؤية واضحة نبعا من الواقع أقدر أعرف الجابون فيها إيه وغانا فيها إيه وغينيا فيها إيه وكود ديفوار فيها إيه وجنوب أفريقيا في إيه 58 دولة في أفريقيا مليئة بالموارد الطبيعية أنا عايز معلومات حقيقية كان عندنا شركة الناصر للاستيراد التصدير وعندنا أجهزة الاستشعار وعندنا حاجات كتير وعندنا معلومات أنا واثق معلومات مهمة جدا عن كل الدول الأفريقية عايزين نفتح الملفات دي ونستفيد من المعلومات دي ونحول المعلومات دي إلى رؤى إلى أفاق من خلال علاقات جيدة من خلال تواصل جيد ممكن أدخل هنا عناصر بقى الفنون النعمة والثقافة وممكن أدخل عناصر كتير جدا يبقى عندي رؤية كاملة تصور تصور للتحرك حتى يبقى فيه أولويات كل هذا الكلام يعني يخليني أقول أن أفريقيا يتوجب أن تمثل أولوية لدى صانع الاستراتيجية الاقتصادية في مصر لأنه أما يبقى دول أوروبا الأكثر تقدما مني بكتير يعني مدية لدول أفريقيا كل هذا الاهتمام وأنا صاحب الرصيد الكبير في أفريقيا يعني لسته الأكثر نشاطا والأكثر حركة يبقى فيه حاجة محتاجة يعني أعادة نظر ما أنا بقول حالتك أنه اللحظة اللي احنا بنعيشها صعوبتها أنها يعني قضاء وقدر تتعامل مع كل أخطاء الماضي وتدفع ضريبة كل أخطاء الماضي وأبرع لله فربنا يعيني الرئيس فربنا يعيني اللي معاه يا رب يا رب نعم طيب نروح لجريدة المصر اليوم بدء دراسات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان ووزير الكهرباء يقول نسعى اللي جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط يمكن الخبر ده بيوضحينا قد إيه أن فيه يعني تفكير استراتيجي على المستوى الإقليمي الشرق أوسطي في مجال الطاقة وتصدير الطاقة إلى الدول المحيطة بنا في المنطقة ده بتأكيد يعني جزء مهم جدا من استراتيجية الدولة لمحاولة زادة الموارد لمحاولة يعني الرابط مع دول حوالينا نستفيد منهم ويستفيدوا مننا أيضا في مجال الطاقة تعليق حضرتك إيه على الرابط الكهربائي مع قبرص واليونان والتفكير في أن مصر تبقى مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط طيب خلينا استأذنك كمان مرة يعني أتوجه بالتحية كمان مرة لرئيس عفتاح السيسي في حتة ملف الكهرباء ده بالذات لأنه السيد رئيس الجمهورية أعطى لهذا الملف الأولوية التي يستحقها سواء كأمن قومي ولا كخدمات لملايين المصريين ولا للارتقاء بأداء الطاقة نفسه ولا عشان رؤى بعيدة بقى زي اللي حطك ضربت مثال بيها الرؤى الإقليمية الوزير محمد شاكر كمان الحقيقة استحق تحية كبيرة جدا لأنه يعني عمل إنجاز غير مسبوك في رأيه طيب بنشتغل دلوقتي في المصادر التقليدية لإنتاج الكهرباء لكن بنشتغل كمان في مصادر الطاقة النظيفة وأعتقد أن وجهات البحث العلمي قطعت شوطن لبأس به في مناطق سيناء والمناطق يعني اللي فيها شمس مشرقة والرياح ناشطة واللي ممكن يجي منها وأعتقد دخلت الخدمة يعني كمية من الله طيب في حتة قبرص واليونان يعني من الضروري في رأيي أن ننظر إلى مسألة قبرص واليونان في الإطار الإقليمي لأن الإطار الإقليمي فيه قوة تسعة إلى تحجيم مصر إلى خانق مصر إلى محاصرة مصر إلى الضغط على مصر طيب صانع القرار للمصر حقيقة يستوجب التحية كمان مرة أنه لقى مخرج جيد جدا من خلال يعني تكثيف العلاقات توثيق العلاقات أكثر مع اليونان طيب مع أبرص طيب ابتدنا نخلق محور مهم جدا حيفدنا أوي فيه الاكتشافات الجديدة في البترول أتمنى أنها تبتدي إنتاجها في 2018 وحيفدنا أكتر في حتة أن مصر تبقى يعني مركز إقليمي لإنتاج الطاقة بقى سواء الطاقة التقليدية أو المصادر الجديدة اللي بنشتغل فيها بالإضافة إلى المحطة النوية اللي يعني نتمنى أنها تدخل الخدمة رأيي بإذن الله أنا أصدق أقول أنه يعني أن الدولة تبزل جهودا مكثفة وحقيقية ربما تستغرق بعضا من الوقت ربما يعني تحملنا قدرا من المعاناة لكن القارئ الجيد لحجم العمل المبزول والشكل المردود المستقبلي ليه يعني يشهر بالتفاؤل ويشهر بالطمأنينة ويشهر بالثقة وأعتقد دي عوامل مهمة جدا في يعني بناء الدولة المصرية في اللحظة التي نمر بها نعم فكرة أن مصر تبقى مصدرة للطاقة دي الحقيقة يعني فكرة جميلة جدا لو اتحققت حتدي مصر بعد مهمة قوي ومكانة إقليمية مهمة جدا في المنطقة وحيبقى عندنا الغاز كمان بكميات كبيرة حيبقى عندنا فيه خير كتير بس يعني بقول حطك أنه حيبقى قدامنا فترة لأنه الحاجات دي مش هتدخل الخدمة بكرة ولا بعد بكرة حتدخل الخدمة في يعني 2018 حنبتد نحس ببكرة هذا الخير بإذن الله يعني حيبقى خير كبير ما حيبقى خير صوائر حيبقى خير كبير يعني حيبقى مردوده كويسة إن شاء الله بإذن الله طيب من جريدة الأخبار عنوان يقول ضبط أدوية قيمتها 32 مليون جنيه بمخزن غير مرخص ووزارة الصحة تقول ألاف العبوات الناقصة بالأسواق وعقاقير تخدير محظور بيعها يعني الحقيقة يمكن الخبر بيلقي الدوء على مشكلة الأدوية وبيربطها أيضا بجزء من المشكلة وهو أزمة الضمير يعني الناس اللي بتخزن أدوية فيه ناس محتاجاها في السوق لكن هو بيخزنوها علشان طبعا أهداف اقتصادية واستغلال لحاجة الناس وغيره وأدوية غير مرخصة لكن طبعا تم ضبطها الحمد لله تعليق حضرتك إيه على هذا الخبر على أزمة الضمير الموجودة في قطاعات كتيرة منها قطاع الدواء للناس المتلعبة بيعني حاجة الناس لمثل هذه الأدوية وأيضا لأزمة الدواء في مصر بشكل عام بعد الجدل الأخير ما بين قبط السيادة ووزارة الصحة عن أسعار الدواء وربح السيدالي وحق المواطن في سعر مناسب للدواء أشكرك سحمد على هذا السؤال المركب والمعقد طيب خلينا نبتديه البداية التأصيل العلمي للكلام حضرتك قولت والكلام المنشور التأصيل العلمي ليه أن مصر يعني في التحولات الرأسمالية التي جرت فيها يبقى تعبيرات دقيقة أوية هي أتت بأنماط من القيم والسلوكيات التي لم تكن مألوفة ولا معروفة في المجتمع المصري المتدين الأخلاقي المحافظ اللي يعرف ربنا اللي كان كويس أوي بقى كل الهم هو المكسب بصرف النظر عن أي حاجة ده يخليني أشاورك على حاجة تانية يعني تخلي السادة المشاهدين يعني لو عملوها يفتصوا بالضحك نحن بناخد مسلمات كده على أنها يعني آخر عظمة مثلا الديمقراطية أنا نفسي أي حد يتكلم في الديمقراطية يروح للغرب ويقرأ النقد الموجه للديمقراطية حيفتصوا بالضحك طيب الناس مبهورة بالنظام الرأسمالي طيب يقرأ النقد الموجه للنظام الرأسمالي حيفتصوا بالضحك أنا أقصد أقول أنه ما ناخدش الحاجات بشكل مسلم يعني للأسف النظام الرأسمالي من عيوبه أنه يفتح الباب لكل أنواع التطرف لأن الناس بتجري وراء مفهوم مادي بتسقط هنا بقى حاجات بتسقط الأخلاقيات والإنسانيات والعقائد وفي السكة بقى بتقع حاجات كتيرة جدا لا أنا عايزة يعني التوجهات الرأسمالية ما أنا قلت هي قضاء وقضاء وقضاء في حاجة الشعوب دلوقتي بس يبقى الصين ما هي كما بتتعامل معها لكن بدون الإخلال بأخلاء الصين بعادات الصين بتقاليد الصين بقيام الصين لا تزال أعراف الأسرة الصينية هي الأعراف الصنعة لمستقبل الصين لم يحدث أن تقاليد الأسرة الصينية تغيرت على كل التقلبات السياسية طبعا عايزة أني بقى كده ده دور مين بقى يعني ما هوش دور صانع القرار لكن دور المؤسسات المعنية بالتعامل مع الإنسانيات يعني الثقافة يا ربي بقى عندنا رؤية لمفهوم الثقافة مختلف عن الكلام اللي احنا شايفينه يا ربي بقى عندنا رؤية لمفهوم التعليم مختلف عن الكلام اللي احنا شايفينه الإعلام نفسه يا ربي بقى عندنا رؤية مختلفة عن الكلام اللي احنا شايفينه المسرح كل ما له علاقة بصناعة الإنسان مجدانا وفكرا يكونوا معليا بالجانب اللي حاطك بتتكلم فيه ده الجانب التاني طيب آخر جانب إنه وده أهم جانب طيب خلينا نتكلم في الجانب ده بعد ما نشوف أخبار عالم الكرة والملاعب مع زميلتنا حنان عاطف نرجع تاني لاستكمال الحوار مع عضفنا الأستاذ محمد يوسف المصري حوارنا مع عضفنا لأستاذ محمد يوسف المصري نائب رئيس تحريج جريدة الأهرام أستاذ محمد كنا نتكلم قبل نشر رياضية عن أزمة الدواء في مصر وقادئين هذه الأزمة يعني بتأثر على ناس كتير الحقيقة في أمس الحاجة للدواء وفي مشكلة حصلت مؤخرة بين قابة الصيادلة وبين وزارة الصحة عشان سعر الدواء وحق المواطن في الحصول على الدواء بسعر مناسب وحق الصيدالي أيضا في الحصول على أهم الشربح يعني معقول تعالى خررتك إيه على هذه الأزمة أسبابها يعني كان هي في طريقها الحل إن شاء الله لكن أسبابها إيه من وجهة نظرك وإزاي فعلا أن احنا ما تتكررش عندنا مثل هذه الأزمات مستقبلا برضو شكرا أن أستحفظه برضو سؤال بجد أنا عايز أقول إن ملف الدواء أولا حقيقة أي ملف حيأخذنا الوراء شوي للأسف في الصناعات وفي الإنتاج عموما لازم حنرجع الوراء شوي هناك أخطاء كارثية حصلت ونحن ندفع ثمن هذه الأخطاء منها ملف الدواء يكفي أن أشير إلى أن المصانع مصانع إنتاج الدواء المصري كان مشهود لها يعني بتفوقها بأنها قطعت شود كبير في المنافسة للشركات الكبيرة مش هتسعد الشركات الكبيرة بأن مصر يطلع فيها شركات تنافسها هتبتل تتدخل بالأساليب اللي حضرتك عرفه ولكلنا عارفينها تهاوت قاعدة صناعة الدواء في مصر كويس بقينا في الوضع اللي احنا فيه طيب فيه الدواء نعين زي ما معالي وزير الصحة تفضل وأوضح فيه دواء حنتجه بخامات محلية أقدر أتحكم فيه شوي وأقدر أحمل ميزانيت الدولة شوي فيما بالدعم ولا في باب المساعدة ولا شبكة الضمان الاجتماع ولا أي حاجة تعجبك لكن ماذا عن الأدوية المستوردة المصنعة بالكامل في الخارج طيب ماذا عن الأدوية اللي حجيب المقدة الفعالة بتاعتها من الخارج هنا حتجي لي مشكلة الدولار ومدام مشكلة الدولار دخلت حيبقى اضطراري بقى وحتبقى نسب الزيادة حطك يعني ربنا يسطر سمي أنا الدولار واصل لعشرين جنيه تقريباً طيب يبقى هنا ما بتكلمنيش بقى في الجنيه المصري بقى في المحلة دي لكن كلمني في اللي أنا حدفعه فعلاً وأنا بستوري القصة دي خلاصتها هو إيه اللي عمل أزمة الدولار وإيه اللي دخلنا في المتاهات دي كلها نحن يا سيدي كنا دولة منتجة بما يكفي احتياجاتها زراعياً ومصدرة نحن يا سيدي كنا بدأنا أو قطعنا شوطاً هائلاً على طريق التصنيع وصولاً إلى الصناعات الثقيلة نحن يا سيدي كنا نصدر وتأتي الدولارات إلينا في الفترة التي مضت نحن خسرنا مصانعنا خسرنا أراضينا وأصبحنا نستورد في أرقام مفزعة تسعين في المية مثلاً من احتياجاتنا المأكلات مثلاً رقم عالي جداً في الأدوية أرقام مخيفة جداً لازم وأنا متأكد أن صانع القرار أكيد يعني الأخبار اللي بنرها عن استصلاح مليون ونصف الدان ده ما هو جاي من كده البحث المستمر عن المياه الجوفية ومصادرها جاي من كده محاولة يعني وزير خطاع الأعمال العام أنا قاري قريب أنه بيحاول يستعيد المصانع الخطاع العام المتبقية بيحاول يعني يطورها ويقف على رجليها ويحييها أتمنى أن احنا نمشي في اتجاه أن تكون مش عايز أقول الدولة عايز أقول المجتمع المصري على بعضه بس في التجربة المصرية للأسف يا والسحمة لا يمكنك الاعتماد لا يمكنك أن تصنع شيئاً بعيداً عن الدولة هنا في نصر التاريخ بيقول كده التاريخ بيقول كده لابد أن تتدخل الدولة بقوة في أن تكون مالكة على الأقل للصناعات الاستراتيجية التي تهدد أمن القوم فإيه المنع أن الدولة يبقى عندها شركتين تلاتة ناسلاً بنتجوا هدوية إيه المنع أن الدولة تنتج أمح إيه المنع أن الدولة تنتج أسلحة إيه المنع أن الدولة يبقى عندنا احتياجاتنا الرئيسية تمام تمام يعني الحقيقة كل الإمكانيات في مصر بتأهلها أن تبقى فعلاً قاعدة صناعية للدواء في المنطقة كلها مش بس تغطي السوق المحلي فقط ودرس التاريخ يقول أنه لا يمكن لك أن تصنع شيئاً لقيمة هنا إلا إذا كانت الدولة هي البطل تمام درس التاريخ بيقول كده أمم إحنا خلصنا جولتنا الصحفية بنشكرك جداً سيد محمد يوسف المصري على تشريفك لنا النهاردة وقراءتك الصحفية لأخبار الصحف القاهرة صدرة صباح اليوم ساعدت بوجود معك سيد أحمد تحياتي لكل فريق العمل في الستوديو تحياتي مرة أخرى لسادة المشاهدين والمنتخابنا والأجواء الجميلة اللي بنعيشها كنا ربنا يديم علينا الفرح والانتصارات يا رب شكراً لحرطة جداً ومشاهدين لسا متواصلين معاك وفي هذا الصباح فقرات حوارية مختلفة وجديدة تشاهدونها بعد قليل وأترككم بعد الفاصل مع زميلة صحر صبري وحوار جديد